السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبة مرحلة راضعة في معهد الفنون جميل البنين تحية طيبة لكم سنقيد شرح مادة الفصل الاول مثل ما شوفون امامكم يبدأ الفصل الاول بجدول لمعاني المفردات هذا عندكم 30 معنى مطلوب منكم انه تحفظون فقط اول 15 معنى باللغة العربية هذا الموضوع تجيكم بالامتحان ففقط تجيكم الكلمة بالانجليزي فانت تكتب معناها بالعربية عدكم فقط اول 15 مفردة لداخلات بالامتحان الموضوع الثاني هو موضوع تصاريف الافعال مثل ما شوفون الجدول امامكم عدنا 15 مفردة هاي امامكم كل فعل من الافعال موجود امام ال past الماضي مادة ال past participle يهو التصيف الثالث وصيغة ing اللي هي صيغة الموجودة امامكم والمعنى بالعربي مطلوب بالامتحان اللي تحفظوا فقط ال past وال past participle الماضي والتصيف الثالث فقط هنا المطلوبات وكي مثل ما تلاحظون انه عدنا نوعين من التصاريف الافعال عدنا نوع القياسي اللي هو ال regular اللي هو انتهي الماضي والتصيف الثالث بال ED حرفين ED وعدنا ال regular اللي هو الغير القياسي اللي هو الماضي والتصيف الثالث ما ينتهن بالحرفين ED فالمطلوب من عدكم اذن ال 15 فعل تحفظون كل فعل الماضي والتصيف الثالث بالامتحان اذا شفت بصيغة السؤال فقط كلمة past فتعرف انه تحول فقط في الماضي اما اذا شفت بصيغة السؤال past وال past participle فالمطلوب من عدك انه تحول هنا للماضي والتصيف الثالث ذن الافعال مطلوبات الحفظ عدنا الموضوع الاخر اللي هو اسألة القطعة اللي هو music education تربية الموسيقية عدنا ذني على شكل السؤال وجواب مطلوب من عدكم تحفظون على قدر الامكان يعني تحفظون الجواب لان من الجواب راح تتجيكم مثلا اسألة الاختيارات والفراغات والصحة وخطأ وحتى اذا جاءنا السؤال بالامتحان فاحنا موجود امامنا الجواب وحافظي فقدر الامكان انه مثل ما شوفون امامكم لان كل المطلوبات الامتحان قدر الامكان اذا شفت الاجابة نوعا ما طويلة فتتقدر تقسمها الى جزء او ثلاثة لان تحفظها تماما لان الموضوع الاخر اللي هو القواعد اول موضوع بالقواعد اللي هو prediction التوقع هذا عدنا كل قاعدة وجواه الامثلة مالتها قدر الامكان نحفظ الامثلة لان منها الامثلة يعني تجينا مثلا ان سؤال اختيارات او فراغات او صح الخطأ او مثلا اكمل الجملة فقدر الامكان انه نحفظ هذه الجملة الموجودة امامكم قدرنا هنا ثلاث قواعد لكل قاعدة ثلاث جملة يعني تسع جملة قدر الامكان انحفظ هذا القواعد لان الموضوع الاخر الموضوع القواعد اللي هو agreement والdisagreement الاتفاق وعدم الاتفاق كل جملة حاول تحفظ كل جملة واللي امامها هذا الموضوع لان اعتمال اذا يجب الامتحان يجيكم على شكل match اربط او يجيكم على شكل مثلا املى الفراغات مثلا اجيب لك i agree with you مثلا اتا تكمل قدام مثلا i don't agree وهكذا فهذا الموضوع مهم من موضوع القواعد الموضوع الاخر مهم من موضوع القواعد اللي هو البرونون الضمير هذا هنا اللي يشوفو امامكم هذا شرح مفصل للضمائر كل نوع من الضمائر منطي امامها الانواع ماته وشرح مع الامثلة هذا يعني لطلاع قد الامكان انه كل نوع من الضمائر نحفظ الامثلة او الانواع المدرجة ضمن هذا النوع من الضمائر عندنا في نهاية الموضوع هذا الجدول اللي يشوفو امامكم هذا اختصرنا ب جميع انواع الضمائر قد الامكان انه تحفظ هذا الجدول على شكل عمودي وافقي يعني شون عمودي وافقي يعني مثلا ضمائر فاعل تحفظ مثلا i we u u طبعا مفرد وجمع وال he وال she وال it وال z شون نحفظ بطريقة الافقية يعني i كضمير فاعل قابل ضمير مفعود به me قابل صفة تملك ماي وهكذا فهذا الجدول مهم جدا يعني ذا يجيكم بالامتحان مثلا يجيكم على شكل فراغات او توزيع ضمن جدول او على شكل اسقاط عدنا الموضوع الاخر الموضوع المهم اللي هو الترجمة translation هذا موضوع الترجمة عدكم ثلاث نصوص مثل ما شوفون امامكم كل نص موجودة جوا الترجمة باللغة العربية قدر الامكان حفظه الترجمة العربية يعني افضل انه تقسم السطر او الجملة الى قسمين او ثلاثة وحاول قدر الامكان انه تحفظ على الغيب النص الانجليزي احفظ بس اول كلمة وكلمتين حد تعرف اذا اجاب الامتحان شو نجاب عدنا ولكن النص العربي يجب ان يحفظ بالضبط الاخيرة اللي لدينا اللي داخلة ضمن مادة مالتنا اللي هي انواع الكتاب انواع الكتاب هذا التقسيم الاربعة هذا يعني مجرد الاطلاع المهم عندنا هذا الجدول هذا الجدول قريلكم تحفظون قدر الامكان العمود الاول اللي هو الانسيدنط الوارد الكلمة التعريف مالتها مو الا تحفظون التعريف كله حفظوه فقط مثلا المثلا كلمة التعاريف الاخرى. هذا الذائري يجي بالامتحان مثلا يجيكم على شكل فراغات او مثلا سؤال اسقاط يعني اختيارات مثلا او على شكل سؤال ماتش. هاي كل مادة المطلوبة منكم نتمنى لكم التوفيق مع تحيات الاستاذ حيدر المرعبي. شكرا جزيلا لكم.